صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيدة الروكن تورك المالكي انه في تمام الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية اطلاق صاروخ باليستي من داخل الاراضي اليمنية تسعده باتجاه اراضي المملكة وافاد العقيدة المالكي ان الصاروخ كان باتجاه جازان وتم اطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والاهلة بالسكان حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقد ادى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الاحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر او اضرار ولله الحمد حتى وقت اعداد هذا البيان واضاف المالكي ان هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الايراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدي واضح وصريح لخرق القرار الاممي الفين ومئةين وستة عشر والقرار الفين ومئةين وواحد وثلاثين بهدف تهديد امن المملكة وتهديد الامن الاقليمي والدولي وان اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الاهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الانساني مشدنا على ان ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا في حرب المنظمات الارهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للرهاب كنظام ايران ترجمة نانسي قنقر